بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحزن تقويم ثم رددناه أصفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة لعلاق مكية وهي إشعون آية بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كَلَّا إِنَّ الْإِنَّ 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 الْإِنْسَانَ لَيَطْغِيهِ أَرَّيْهُ سْتَغْرِيهِ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجِعِي أَرَوْيْتَ الَّذِي يَنْهِي عَبْدَ نِذَا صَلِّي أَرَوْيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَيْ أَوَمَ رَبِ التَّقْوِيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّيْ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَيْهِ كَلَّا لَيْنْ لَمْ يَنْتَهُ لَنَاسْبَعًا بِالنَّاسِيَةٍ نَاسِيَةٍ كَابِبَةٍ خَاطِئًا فَلْيَدَعُوا نَادِيَةٍ سَنَدَعُوا الزَّبَانِيَةٍ كَلَّا لَا تُدِعُهُ وَسْجُرُهُ وَاقُتَرِبًا سُورَةَ الْقَدْرِ مَكِيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاُ فِي لَيْلَةِ الْقَادَرِ وَمَا أَدْذِيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَادَرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ غَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَرٌ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٌ سَلَامٌ هِيَ حَدَّى مَطُلَعِ الْفَجَرٌ سورة القيمة بدنية وهي ثماني آيات بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينا رسول من الله يدلو صحبا مطهرا فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينا وما يؤمروا إلا ليعمدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا صلاة ويهدوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نير جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عد تجري من تحت لنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي يا ربه سورة الزلزال مكية وهي تسع آيات بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحيلها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثق ولا ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثق ولا ذرة شرا يراه سورة العاديات مكية وهي إهلي أشرة آيات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فواسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه له بالخير لشديد أفلا يعلم إذا معذر ما بالقبور وحصر ما بالصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سورة القارعة مكية وهي عشر آيات بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفض موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية سورة التكاثر مكية وهي ثماني آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهكم التكاثر حتى أذرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سورة العصر مكية وهي ثلاث آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة الهوازة مكية وهي ثسع آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله مزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يهزب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطبة نار الله الموقدا التي تطلع على لفئدا إنها عليهم مصرا في عمل ممدلا سورة الفيل مكية وهي خمس آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا بابيل ترميهم في حجارة من سجيل فجعلهم كعص ما كل تهض الشتاء مكية وهي خمس آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ليلة بقريش إيلة بهم رهة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يضعهم من جوع وآمنهم من خوف سوض المعور مكية وهي سد آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرائت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون سورة الكوثر مكية وهي ثلاث آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو لابتر سوض الكابرين مكية وهي ثلاث آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنعابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليارين سورة النصر مدنية وهي ثلاث آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سورة الحطب مكية وهي خمس آيات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة الإخلاس مكية وهي أربع آيات الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤنا حد سورة الفلك مكية وهي خمس آيات الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كُلْ عُوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدُ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ سورة الناس مكية وهي ست آيات الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كُلْ عُوْضُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسِسُ بِهِ سُنُورِ النَّاسِ من الجنة والناس اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوما نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخزم ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق الموازيننا وحقك إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم موفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم قسم لنا من خشيك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تملغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كذينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرهما الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حبائج الدنيا ولا آخرة هي لقرضا ولنا فيها صلاح إلا أن تلاع على قضائها ويسرتها لنا من رحمتك يا أرهما الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار أسلم تسليما كثيرا